أهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتادة ولسه مكملين مع الكابتن خالد جلال قبل الفصل كنت بتكلمني على التغييرات وان التغييرات الرجل اللي عملها كانت تغييرات كويسة وتغييرات مصمرة كنت لك تعليق على التغييرات طبعا التغييرات الأولانية مشال مثلا سيف جعفر رغم ان سيف بعيد بس اشتغل والله كويس النهاردة هل وجوده في نص الملعب جنب دونجا النهاردة فجأك ان هو بادي بيه جنب دونجا انا اتفاجئت طبعا ان هو بدأ بسيف وبرضو بيديله في ماتش زي ده ماتش برضو يعتبر ماتش في المتناول بالنسبة للنزة مالك فبرضو بيجربه من البداية وده ريسك برضو لكن سيف يعني اشتغل كويس لكن هو رجع بقى للي ممكن كان يبدأ بيه بالضبط اللي كان يبدأ بيه الماتش مصطفى الشلبي ناحية الشمال بدل ما يبدأ بنصر ماهر ومش مكانه واحنا قلنا المعاملة مع الماتشات دي لازم البداية تبدأ باقوى تشكيل لك لسبب عشان تخلص الماتش عشان تخلص الماتش فهو جاب بقى عبدالله السعيد جنب دونجا دخل نصر ماهر في مركز عشرة خلاص فابتدت الدنيا تبقى شوية افضل ولعب مصطفى الشلبي كجناح في مكانه فبقى عندك جناحين مصطفى الشلبي وزيزو عندك باكين ابتدى احمد فتوح والزناري وزيزو كمان حتى اشتغل الشوت التاني كويس احسن اه ابتدى بقى انا عايز اتكلم على اخر تغييره لأن آخر تغييرها يعني أعقبها على طول تغيير في التاكتك إزاي؟ سامسون إن ملعب سامسون جنب ناصر منسي ابتدى زيزو وشلبي من بره سامسون وناصر وأوباما وأوباما تحتهم فابتدت الطريقة هو عمل هولد من ناحية اللي مين طلع الزناري ونزل سامسون فابتدى يلعب برصين حاربة واتنين من برده شلبي وزيزو وتحكيهم في مركز عشرة أوباما واتنين ديفندر عبدالله ودونج والثلاثة السبتين من تحت عمل هولد بعمر جابر اللي هو جاب الجول اللي نزل أصلا مكان فتوح أخد الناحية الشباب وبعد كده راح ناحية اليمين وساب المكان ده بقى فتح حسام عبد المجيد الملعب ما هو أنت هو عمل هولد تالت بعمر جابر جنب المسلوسي وحسام لأن الداخلية مفيش رد فعل خالص فحتى اللي عامل بيه هولد ناحية اليمين اللي هو عمر ابتدى أنه هو يتحرك ما هو ده اللي احنا بنقوله لازم تبقى لك أنياب مضادة هجومية عشان توقف ده تغييرت فتوحة اللي انت بتتكلم ملزا أكابت الخالد اللي ده هاي هز الدماغه دي هز الدماغ دي يعني تماما عارف ده تمام فدي لنا دي الحاجات اللي هي ما بين السطور اللي لازم أن أنت إيه تشوفها خلاص ونت طبعا تتفي معاه في أنه 60 دقيقة أو كده كان كفاية قوي على فتحه بعد المدة دي حلو قوي أصلا ممكن يلعب 80 دقيقة وتخسره وإنت عندك ماتش أهلي والماتش الأهلي ده ماتش جماهيري ومحتاجه فأعتقد أن دي سيناريو هو عامله من قبل المباراة التعادل تخسر تكسبت ده مش هياخد أكتر من كده ودي أنا بحترمه فيها جدا جدا لكن اللي أنا عايز أقوله في الآخر هو لعب بإيه 3-2-1-4 يعني كان دايما أوسوريو بيلعب 3-2-4-1 لا ده لعب بأربعة فوق وتحتهم أوباما و2 ديفندر عبدالله ودونجا والسولازي أعتقد أن ده مش ريزك لناحية الهجومية اللي زودها في الآخر مش ريزك في ظل أنه مفيش خوف أصلا من الداخلية ومفيش رد فعل هجومي للداخلية وعلى فكرة عشان ما نظلمش الداخلية كان ممكن الماتش يخلص برضو خلاص ولكن الخطأ الدفاعي زي ما أنت بتقول هدافع التسعين ديئة فيها ريزك لازم أغرى حيدخل فيها جوه لازم أغرى حيدخل فأنا بحييه على مش التغيير أن عمر جابر هو اللي جاب الجول لا على تغيير طريقة اللعب بما يتناسب مع الأفراد اللي جوه اللي نلعب يعني دلوقتي أنت بتلعب بالرصان حربة والجناحين وتحتهم أوباما في مركزه عبدالله هو اللي حيعمل لك الفرق اللي هو يضرب لك الخطوط من تحت وتسلسي انت مأمن بيهم اللي هو فأنا بحييه على تقدر تقول على جومز أنه هو مدرب هجومي ولا مدرب متوازن يعني خلال ريتك للمباريات اللي كان لقد فيها نادي الزمال لا متوازن متوازن أسوري هجومي بحث ده متوازن ده متوازن يهمني بردو أعرف رأيك في أداء عبدالله السعيد مع نادي الزمالك بعد انتقله عبدالله طبعا هو عبدالله بس فيه مشكلة إنه هو ما بيلعبش في مكان مكان عبدالله عشان تاخد منه إنتاجية تسعين في المية من عبدالله دلوقتي لازم تلعبه تمانية يعني تفندر واثنين دي غير مع السكوات بتاع الناس الزمالك غير عشرة خالص غير عشرة ما بقاش عشرة فانت هتبتدي تلعب عبدالله تمانية اللي هو متحرك جنب دونجا هيعملها كواس قوي ولكن مش في ماشي زي الأحي وانه ياخد منك مجهود بدناك تركبت الخليد عشرة للتمانية لا هي عشرة أصعب عشرة دايما يا بركاته انت ببقى ظهرك للكورة يعني دايما بتبقى مراقب من ستة بتاع الفرقة التانية فلازم ووباما بيعملها ليه بقى كويس ووباما مش عشرة اللي هو عبدالله السعيد اللي هو بيمسك ويربط لك لا ووباما ممكن يربط بس بيلعب تسعة ونص يعني تلاقيه أي أوفر بيكمل ورا ناصر فدي هي هي ميزة أوباما في الحتة دي ان هو ممكن يجيب لك جول ومثلو كابتن اعتقد أوباما ان هو عنده الحتة اللي هي بتاع الضرب يعني الاختراق وسط التجمعات الدفاعية في حتة الوان تو من القلب هو كويس ومميز فيها بيعرف يسلك الكورة في الوان تو بس أوباما في الحتة دي بيربط لك بيشتغلك يعني تحت الرأس حر بيمين وشمال فيه ساعات كمان اما مصطفى شلبي بياخد الراجل ويخش بيشتغلك ايه في المساحة اللي هي بتفضى يعني هو بيعمل ايه بيديلك مرونة تكتيكية في الحتة دي ان هو في عشرة بيقفلك في الحتة دي افلك الدنيا كلها يعني افلك يعني فيه ناس بتلعب عشرة يبقى افلك زاوية تمرين لناصر لا اوباما متحرك يمين وشمال ويروح لك عالجناح والجناح يدخل بيديلك مرونة وتسعة ونص في الاوفر مثلا بيبقى ثاني يعمل لك عمك هجومي فاوباما عنده الشخصية دي اللي هو يعمل لك مرونة في الحتة دي فافضل واحد وتخيل برضو ناصر مهر ممكن يلعب تمانية جدا ناصر برضو لعيب كرة كويس قوي لعبها مع فيوتشار كان بلعبها في فيوتشار تمانية انا بقول لك اهو من دلوقتي ممكن ناصر مهر في ماتش زي الاهلي يبدأ الماتش من ناحية الشمال هتقول لي ازاي هقول لك كده ان هو عايز برضو يعمل كسافة وان هو ما يدخل وخلي بالك ناصر ما بيدخل جوه الملعب دي صعبة بالنسبة للمدفعين جدا لان الباك رايد فيه ساعات باكات ما بتخشش يقولك الجناح بتاعه دخل في الحتة دي فأدخل معاه ولا مدخلش طب لو دخل معاه بتفضم سحة من وراء المسلا الفتوح فبتبقى مشكلة بالنسبة للمدفعين طيب هنطلع فاصل ومكملين مع حضراتكو في المنتج